السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome back أهلا بكم طالبات وطالبات الصف الخامس الابتدائي ومدرسين ومدرسات الصف الخامس الابتدائي وفيديو جديد من منهج connect الترمي التاني النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء اللي احنا بدأناه الحلقة اللي فاتت كنا أخذنا في Unit 7 Lesson 1, 2 and 3 وToday إن شاء الله We'll start with Lesson 4 Let's start directly يلا بينا نبدأ على طول بدون أي مقدمة بس طمعا ما تنسوش تعملوا like للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وكتبولي في الcomments إيه أكتر حاجة استفدتوها في الفيديو وإيه أكتر حاجة مستنينها مني الفترة القادمة Let's start with Lesson 4 Lesson 4 بيتكلم على Pronunciation 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 يعني النط وبيركز أكتر حاجة على النط بتاع ال-W-E وال-W-O In English there are words with double vowels Double vowels like pool طبعا أنا لما بيبقى عنتي double vowel Double vowel وراء بعض بطول شوية في النط يعني pool Sheep أوكي يبقى the sound is long Three Keep Cheese أوكي School To Spoon يبقى أنا الأساسة عندي هنا إن أنا بطول في الكلمة أو بطول في النط عندي طب تعالوا نشوف الكلمات دي ونكتبه ومساوه فلتس انسر these questions كده together Write the double vowel with with double E or double O معنى كده إن كل السور اللي عندنا دي فيها إما double E إما double O Let's have a look at number one Tree Number two Huh What is this يا ولاد Yes Spoon It's a spoon Number three Huh What is this Yes Sheep What about number four Roof Yes يلا نكتب كده سوا مع بع Number five That's school Number six That's seed Number seven Queen وNumber eight Pool طبعا لازم أحفظ الكلمات دي كويس جدا عشان أقدر بعد كده أحل على أسئلة بتحتوي على الكلمات دي وبقى عارف نطق الحرف كويس جدا خصوصا ده كمان هيساعدنا في الجزء بتاع listening هنا طبعا الإكسرسايز ده بيقولي lesson وبيقولي when you see when you say double O بنقول O Poon Spoon أما double E بنقول E like queen and so on الpage اللي بعدها هي عبارة عن listening بيقولك lesson and write the words you hear طبعا اللسنينج ده على الpronunciation والكلمات اللي فيها double O أو double E like would الأكسرسايز ده طبعا لازم يكون معانا اللسنينج بتاعه بسبب ما إنه مش موجود فاحنا هنعمل له skip وهنروح على طول الأكسرسايز 4 اللي بيقولي read وput the double O words in the correct column in the table then lesson and check تعالوا كده هنا بيقولي إن الدبل O ليها نط إيه ليها ثلاث طرق في النط يعني لما أقول أو 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 أ again أو like school أو like book أو أو أ like flood تعالوا ننطق الكلمات دي ونحط كل كلمة في العمود الصحيح بتاعها let's go to school أو book أو أو short أو flood أو أو من انطقها زي اليو زي cut shut flood not smooth أو it's smooth بصوا منقولها إيه smooth cook like book cook 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 blood like book blood ولا بقول blood لا بقول blood يبقى بصوا blood 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 طيب food food بنقولش food بنقول food zoo ما بقولش zoo بقول zoo بطول فيها wood بطول في double o برضو wood wool بقول wool noon ما بقولش none بقول noon spoon spoon كمان spoon ورضو double o pool وص أغلبهم double o pool good ما بقولش good بقول good good وما بقولش good okay يبقى أنا عندي أغلب النطق بتاع double o هو الoo اللي أنا بطول فيه زي school smooth food zoo wood wool noon spoon pool كل ده long o أما short o زي book cook good وأوقات double o بننتهى a زي ما احنا شايفين كده هنا flood وblood اكتبوا معنا بقى ده في page 13 philistines book طيب تعالوا كده نروح لأكسرسايز تاني أو page تانية page 14 let's go كده to page 14 و lesson ده بيتكلم عن math وغالبا الجزء اللي بيبقى خاص بالmath بيكون اتشرح لنا في حصة math أو حصة الرياضة وكل اللي انا بعمله هو ان انا بطبقه وهنا بتكادل عن round decimal numbers round decimal numbers زي ما احنا شايفين كده هو مديني chart وبيقول just read ok ده decimal point اللي هي زي بنقول كده ايه العلامة العشرية في مادة الحساب يعني هنا بيقوللي circle the digits after the decimal point بيقوللي حط دايرة على الرقم اللي بعد decimal point اللي هي النقطة دي دي اسمها decimal point ده مطلوب بس هو اللي انا عرفه في الجزء الخاص بالmath اما بالنسبة lesson 5 وهو دايما بيبقى اللسن عندنا في اليونت وبيبقى خاص اكتر بالwriting تعالوا نشوف lesson 5 النهاردة بيتكلم عن ايه read the leaders blog and answer the question يعني ايه blog ياولاد البلاج اللي هو عبارة عن صفحة على social media او وسائل التواصل الاجتماعي زي facebook او twitter او الانستجرام وبيبقى حاجة خاصة بحياتنا الشخصية كأني بكتب diary او مذكرات تعالوا نشوف الكلمات المهمة اللي هتعدي علينا هنا هو حضطها لي في blogging blog blogging يعني ايه to blog يعني to write about something in an online blog ecological برضو معنا كلمة ecological ecological معناها related to living things and the environment حاجات لها علاقة بالطبيعة طيب تعالوا نشوف داليتا كتبت ايه على blog بتاع داليتا كتبت في Wednesday 8th November unusual homes بتتكلم عن unusual homes او البيوت الغير مألوفة او الغير تقليدية وده احنا كنا اخذناه في اول unit لو تفتكروا لما كنا بنتكلم على homes والappartments والhouses وكمان اتكلمنا على homes في ancient Egypt تهالوا نقرد داليتا قليد ايه hi my name is داليتا and I like blogging about different things this week I'm writing about unusual homes this topic is very interesting for me because my mom is an architect فكرين كلمة architect يعني ايه يعني مهندس معمير so she sometimes takes me to see some brilliant places it's really awesome I found this unusual house in the netherlands online تلوقتي هي بتقول لنا ان هي تستار لنا بيت غير تقليدي في netherlands على النت هي لقت البيت على النت فقررت تكتم عنه blog it's upside down يعني البيت ممن بالمقلوب ازي it's actually an old farmhouse برضو معانا كلمة farmhouse و farmhouse معاناها مزرعة يعني بيت في مزرعة which people are changing to make it modern this works very well because all the windows are at the top so you get a lot of light local people like it because it fits in very well with the local landscape landscape يعني منظر طبيعي أو مناظر طبيعي landscape which is farms and fields it's also very ecological وهنا فأنا ecological يعني حاجة مناظبة للطبيعة وللبيئة بما إنه farmhouse فطبيعي يبقى ecological because they use air water and sun to heat and make energy for the house that's so cool طبعا هو عاجبها البيت جدا what do you think of it do you like it ده سؤال بقى دليلة بتسأله لكم في آخر البلاق بتاعها بصوا ده شكل البيت هو فعلا مبني upside down زي ما نشايفينه مبني بالمقلوب يعني عكس البيوت التقليدية خالص إيه رأيكم يا أولاد في البيت ده do you like it وتحب إن إنت تعيش في بيت زيه طيب تعالوا نحل بقى الquestions اللي على البلاق ده أو على البلاق ده في page 62 بيقول decide if the sentences about the leader's blog are true or false عايز إن نعرف الجمل دي صح ولا غلط the house is in France لا طبعا هي ما قالتش خالص إن الهاوس في فرانس هي قالت إن الهاوس في Netherlands دليدة visited the house هي دليدة زارت الهاوس فعلا يا أولاد ولا هي جابته online برضو false هي جابته online it's in a city الهاوس ده في city ولا في village طبعا هنا برضو غلط لإن الهاوس ده مش في ال city يا أولاد ده هي قالت إن هو farm house فطبيعي مش يبقى in the city طيب it's ecological friendly يعني الهاوس ده صديق للطبيعة أو صديق للبيعة أو طبعا لإن هي قالت إن هو ecological house لإن هما بيستخدموا مواد طبيعية أو بيعتمدوا على مصادر طبيعية زي المية والشمس والكلام ده كل طيب تعالوا نروح لجزء تاني خاص بالlesson ده وهو writing أنا يا أولاد هيبقى مطلوب مني إن أنا أكتب بلاج خلي بالكم ده جزء الwriting مهم جدا وعليه درجات كسير أو في الامتحان طيب أنا هكتب إيه في البلاج هتكتب عن something you like and enjoy حاجة أنت بتحبها خلاص بعد ما هنكتب نقرر إيه الحاجة اللي إحنا بنحبها حاول تستخدم contractions اللي فيها apostrophe أو الصغة الصغة المختصرة زي its I am his she is and so on وبرضو expression ده awesome cool ونستخدم وراهم علامة التعجب ويا ريت لو نستخدم إيموجي لإن ده الأساس في كتابة البلاج كمان حاول تتكلم أو تقول رأيك وتشك اللي انت كتبته ده صح؟ ولا غلط حاول تستخدم الاجتكتفز اللي معانا ديت في exercise 4 لو أنا عايز أعبر عن حاجة positive أو حاجة مشاعر إيجابية ولو عايز أعبر عن حاجة negative اللي هي مشاعر سلبية طيب إزاي إيه هي ال positive adjectives اللي المفروض إن أنا استخدمها في ال writing وإيه هي ال negative adjectives اللي هتساعدني تعالوا نكتبهم سوا awful يعني حاجة وحشة قوي ده طبعا negative annoying يعني حاجة رخمة حاجة سخيفة بالنسبالي حاجة مزعجة annoying awesome واو حاجة awesome حاجة طحفة رائعة زي fantastic كده oh boring حاجة boring حاجة boring حاجة مملة funny oh positive brilliant wow يعني حاجة wow it's brilliant دي باردو positive oh cool I like this house it's cool حاجة لطيفة it's friendly يعني شخص ودود أو صدوق يعني oh it's very interesting حمول على حاجة interesting يعني حاجة مثيرة بالنسبالي فدي positive adjective دلوقتي بقى أنا اللي عايزاكوا تعملوه يا حبيبي هو write your blog هنكتب من 30 للبعين كلمة عن unusual house ممكن نبحث على الانترنت عن أي unusual house ونبدأ نكتب عليه blog ونحاول نستخدم ال adjectives اللي أنا وريتها لكم دلوقتي سواء negative أو positive وكمان نستخدم ال instructions الخاصة بwriting a blog اكتبوا لي البلوغ وما تنسوش تبعتوا اللي انتوا كتبتوه وانا هصحح لكم فورا سواء على الواتساب أو في ال comments على الفيديو في اليوتيوب واستنوني في الفيديو القادم وكده نكون وصلنا لانهي اشتركوا في القناة